حلقة النهاردة هنعمل مراجعة عامة مراجعة سريعة على كل أجزاء المنهج عشان نكون على السعداد على النظام الجديد من الامتحان وأشكال الامتحان وزينا نتعاود على نمط الامتحان الاختار أكثر من المتعدد والأسئلة المقالية تعال مع بعض نجهز بتفترنا وألمنا عشان نشوف أهم تمرين في منهج الاستاتيكا اختار الإجابة الصحيحة من بين الأجابات المعطاة يبه هنا ده سؤال اختيار من متعدد السؤال ده بيحتاج تفكير من الطالب ما بختارش على طول هنبدأ نشوف السؤال بيجي ازاي وبنبدأ نختار إجابتنا ازاي قوتان متوازيتان ومتحدثة الاتجاه ومجدارهما قف واحد وقف اثنين نيوتن فإذا كان قف واحد إلى قف اثنين بتساوي واحد إلى اثنين ومحصلتهم بتساوي 15 نيوتن فإن قف اثنين ناقص قف واحد بتساوي نقاط يبه هنا الطالب لازم يعرف المحصلة لما يكون في اتجاهين نفس الاتجاه بتساوي ايه وفي عكس الاتجاه طبعا هنا لهم نفس الاتجاه يبه إذن المحصلة بتساوي مجموحه مدينا النسبة من قف واحد وقف اثنين واحد إلى اثنين عشان نجيب قف اثنين ناقص قف واحد لازم نوصل للقيمة الحقيقية أو الفعليا لقف اثنين وقف واحد ونقوم بطرح قف واحد من قف اثنين هنبدأ نشوف الاختيارات هو مديك الاختيار خمسة الاختيار الثاني عشرة الاختيار الثالث خمستاشر الاختيار الأخير سفر ما نستعجلش في الاختيارات لازم نحل المسألة بتمهل واحدة واحدة كده ونبدأ نشوف أن اختيار طلع معايا صح من هزين الاختيارات أول حاجة إحنا عارفين أن قف واحد إلى قف اثنين بتساوي واحد إلى اثنين معنى كده أن قف واحد بتساوي اثنين قف اثنين يعني واحدة ضعف الأخرى طيب هو قال لك هما في نفس الاتجاه يبقى قف واحد زائد قف اثنين قف بتساوي خمستاشر لأن في نفس الاتجاه المحاصلة بتساوي مجموع القوتين لو في عكس الاتجاه بيبقى الكبرى ناقص الصغر بتبقى في اتجاه الكبرى من الخارج هنبدأ نجيب قيمة قف هيطلع معايا ثلاثة قف بتساوي خمستاشر يبقى إذن قيمة قف بتساوي خمسة يبقى القوة الأولى بتساوي خمسة والقوة الثانية هتساوي خمسة في اثنين هتطلع بعشرة يبقى الفرق بينهم عشرة ناقص خمسة هيطلع الناتج بتساوي خمسة إحنا قايدين الاختيارة ها قدامنا قف في اثنين ناقص قف واحد هتساوي بنختار الاختيار رقم ألف اللي هو بتساوي خمسة نيوتن يبقى عرفنا هنا من المسألة او من التمرين ان في نفس الاتجاه المحاصلة بتساوي مجموع القوة مثال اخر اذا كان قاف بتساوي 3 سين زائد 4 صاد تؤثر في نقطة الاصل في ان العمود المرسوم من نقطة الف 2 وسالب 5 على خط عمل قاف يساوي نقط طالما هنجيب طول العمود يبقى لازم هنجيب العزوم العزوم حول نقطة الف ونبدأ منها نجيب طول العمود هيدينا اختيارات الاختيار الاول بتساوي 1 4 من 10 واحدة طول الاختيار التاني 1 6 من 10 واحدة طول الاختيار التالت بتساوي 4 6 من 10 واحدة طول الاختيار الاخير بتساوي 5 2 من 10 واحدة طول يبقى هبدأ احيل المسألة حل كامل وبعدين ابدأ اجيب طول العمود واشوف انا اختيار من الاختيارات الموجودة قدامنا هجيب العزوم حولين الف بتساوي ريه ضرب اتجاه قاف كده بنفتكر مع بعض درس العزوم طيب الريه اللي هي ألف وهاو درب اتجاهي قاف احنا عندنا ألف وهاو بتساوي وهاو ناقص ألف يعني هتساوي سالب 2 و 5 درب اتجاهي القوة قاف كانت 3 سين زائد 4 صادي بقى 3 و 4 نفتكر مع بعض إزاي بندرب درب اتجاهي تمام بضرب سالب 2 ف 4 ناقص 5 في 3 البعيد في البعيد ناقص القريب في القريب هيطلع سالب 8 ناقص 15 هيطلع سالب 23 في الاتجاه عين ضرب المجموعة اليمينية سين فصات بيدينا في الاتجاه عين طب هو مش عاوز العزوم هو عاوز طول العمود طب احنا عندنا طول العمود بتساوي معيار العزمة حولي نقطة ألف على معيار القوة احنا جيبنا معيار ألف بتساوي العزم سالب 23 يبقى معياره 23 معيار القوة جزر مربع السين اللي هي 3 ومربع صاد ل4 16 يبقى 3 تربع بتسعة و4 تربع ب16 هابدأ اطلع طول العمود باستخدام الالة الحزبة او اختصر القيمة هيطلع تلاتة وعشرين على خمسة بتساوى اربعة وستة من عشرة لو انا رجعت للتمرين بتاعي هلاقي التمرين اهو مدينا قاف تلاتة سيد زائد اربعة صاد تؤثر في الف اتنين وسلم خمسة هنلاقي الاختيار اللي احنا جبناه اختيار رقم جيم اللي هو اربعة وستة من عشرة وحدة طول يبقى حل المسألة حل كامل بالتمهل وبهدوء وبعد كده اشوف الاختيار عندي طلع احد الاختيارات وابدأ اخطار هنبدأ نشوف مثال اخر اذا وضع جسم على مستوى مائل خشن يميل على الافخ بزاوية جيب تمامها يعني جتا اربعة على خمسة وكان الجسم على وشك الانزلاق فان معامل لاحتكاك السكون بين الجسم والمستوى ده اول درسة بدأنا في الحلقات بتاعتنا اللي هو الاحتكاك على مستوى خشن عايزة اشوف معامل الاحتكاك السكون هيساوي يطرع اربعة على خمسة ولا تلاتة على اربعة او الاختيار التالي تلاتة على خمسة او الاختيار رقم ده الاربعة على تلاتة طب هنبدأ نحل المسألة حل كامل هنبدأ نشوف كده انا عندي دلوقتي قال لك جيب تمامها اربعة على خمسة يبقى اذا نكون مسلس المجاور اربعة والوطر خمسة يبقى اذا ندلع المقابل بتسوي تلاتة او وضعنا الجسم على المستوى طبعا قوة الوزن بتتحلل في اتجاه خطة اكبر رين مستوى واو جاهي في الاتجاه العمودي واو جاتهي الجسم الى اسفل يبقى ميم سين ره الى اعلى لان قوة الاحتكاج بتبقى عكس اتجاه الحركة زي ما احنا كلنا عارفين هنبدأ دلوقتي نكتب معادلات الحركة عندنا واو جاهي بتسوي ميم سين في ره وعندي الره بتسوي واو جاتهي بمعلومات المسألة عندي هيبقى واو جاهي بتسوي ميم سين هنعود عن ره بواو جاتهي طبعا اختصرنا مع الواو مع الواو باين عندي دلوقتي ان جاهي بتسوي ميم سين جاتهي هنبدأ نجيب ميم سين هتسوي جاه على جاتهي يبقى ازا ميم سين بتسوي جاهي على جاتهي طبعا انا سمعت طلبة بقوله جاه على جاته فيها الزه انا عندي المسلس المرسوم قدامك من خلال اضلاع المسلس اعرف اجيب زاهي يبقى زاهي اللي هو معامل احتكاك السكوني بتسوي تلاتة على اربعة يبقى هنا عوضنا بالمعادلة الاولى اللي هي واو جاهي بتسوي ميم سين راه مع المعادلة التانية اللي هي راه واو جاتهي طلعنا ان ميم سين بتسوي جاه على جاته اللي هي زاه يبقى ازا ميم سين الزاه من خلال المسلس هو كان يدينا الجاته اربعة على خمسة فجبنا الضلع التالت بنظرية فيس غرس اللي هو طلع بتلاتة واحنا عارفين الزاه بسوي مقابل على مجاور يطلع الناتج تلاتة على اربعة لو رجعنا تاني وبصينا عن التمرين هنلاقي ثلاثة على أربعة كان ضمن الاختيارات أقل لواء الاختيار رقم ب يبقى كده عارفنا إزاي بنجيب معامل احتكاك السكوني من خلال حل معدلات الحركة على المستوى الخشي في الشكل مربع سين وصاد وعين وطه منتصفات الأضلع يؤثر فيها القوة المبين مقدرها في النقاف بتساوي نقط سوك لكيلو جرام طيب قيمة قاف هتطلع معايا خمسة ولا اتنين ولا خمسة جزر اتنين ولا عشرة جزر اتنين هنبدأ نشوف كده انا عندي الشكل اهو عندي قاف وقاف تمام وعند القوة عشرة وعشرة انا كده هشايف جميع الطلبة دلوقتي بتتفاعل معايا وتقول صح العشرة وعشرة دوت بيكونوا ازدواج وقاف وقاف دوت بيكونوا ازدواج في حالة اتزان من هنا هنعرف نجيب قيمة قاف طيب تعالوا نشوف مع بعض كده هنتعامل مع القوة ازاي في الشكل عشرة وعشرة تمام برافو عليك وتكون ازدواج مع اير عزبو بناخد احد القوةين في البعد العموتي لو عشرة في اتنين لام يعني احنا فرضنا طول الدلعة للمربع اتنين لام علشان هناخد البعد ما بين القوةين التانين بدلالة لام يبقى عشرة في اتنين لام هتساوي عشرة لام بعد كده قاف وقاف الزواج مع اير عزمه قاف في عين صاد عين صاد ده اللي هو البعد العموتي ما بين القوةين يبقى ازا قاف في جزر اتنين لام لو طول صاد عين إذن عند قاف في جزر 2 لام بتساوي 10 لام اللام هتروح مع اللام هتطلع قيمة قاف هتساوي 20 على جزر 3 هندرب بصه بقام على جزر 3 هتطلع الناتج بيتساوي 20 جزر 2 على 2 هتطلع قيمة قاف بيتساوي 10 جزر 2 طب نشوف كده هل الاختشارات دي موجودة عندي هو إيه اللي في الشكل سين صادعين طه منتصفات الأضلاء لإيه فعلا قيمة قاف طرح 10 جزر 2 من خلال الازدواج أنا عندي عشرة وعشرة يكونوا ازدواج يبقى خاف وخاف بيكونوا ازدواج على طول يتزن معه في الحالة ده يتجبنا قيمة قاف عشرة جزر اتنين قالب به جيم دال فيه قالب به باربعة سنتي به جيم بثلاثة سنتي اصرت القوى 40 و90 و70 و50 و50 في اتجاهات دال ألف وبه ألف وبه جيم ودال جيم ودال به على الترسيب ازبد المجموعة تكافي ازدواج ويوجد معيار عزمه طيب احنا عندنا في الشكل هنا القوى هنا عند 90 و40 و50 و70 في الاتجاهات المبينة عند ألف به جيم دال ده مستطيل طول دلعه 4 و3 عايزين نشوف القوى تكون ازدواج ونجيب معيار العزم أول حاجة هنجيب العزم حوالين به هتساوي 50 فيه 3 طبعا التسعين والسبعين هيتلاشه انهم يمروا بنقطة به هنلاقي 50 عكس عقارب الساعة يبقى 50 في البعض العمودي وبعد كده الاربعين في اتجاه عقارب الساعة يبقى سالب 40 في البعض العمودي هيساوي 150 نقص 160 هيطلع سالب 10 نيوتين كده جبنا العزم حوالين به هنبدأ نجيب العزم حوالين نقطة تانية زي نقطة الدال طبعا الاربعين والخمسين هتتلاشه اللي أنا هتمر بنقطة الدال يبقى عند القوى تسعين والقوى سبعين سبعين مع عقارب الساعة يبقى سالب سبعين في البعض العمودي اللي هو 4 سنتي التسعين ضد عقارب الساعة يبقى موجب تسعين في البعض العمودي اللي هو 3 سنتي هيطلع الناتج بتساوي سالب 2.80 زائد 2.70 هيطلع العزم حوالين دال بتساوي سالب 10 نيوتين طالب مستغرب ده العزم حوالين به طلع نفس العزم حوالين دال هنبدأ نشوف برضو حاجة تانية هناخد العزم حوالين 1000 حول 1000 هنلاقي التسعين والخمسين تتلاشه يبقى عنده القوتين 50 و70 الخمسين ضد عقارب الساعة يبقى 50 في البعض العمودي اللي هو 3 ناقص 70 في 4 لأنه مع عقارب الساعة يبقى بالسالب سالب 50 في البعض العمودي 3 ف4 على 5 بنظرية إقليدس الحاجات دي كلها تضربنا عليها هيطلع العزم حوالين 1000 150 ناقص 280 زائد 120 بتساوي 270 ناقص 280 سالب 10 نيوتين سنتيمتر الله معنى كده العزم حوالين 1000 وبه وجيم تلات نقط ليست على استقامة واحدة تلع نفس المقدار يبقى إذن المجموعة تكون الزواج يبقى إذن عندي هنا العزم حوالين 1000 تساوي العزم حوالين B تساوي العزم حوالين دال بتساوي سالب 10 وآلف وبيه ودال لاست على استقامة واحدة معنى كده إن المجموعة تكافي الزواج مغير عزمه هي قيمة العزم اللي جبناها حول آلف أو بيه أو دال بدون نظر الإشارة لإن حسب الاتجاهات عندي حسب رسم الطالب ممكن طالب يطلعها عشرة طالب سالب عشرة حسب هندسة الرسم اللي هو رسمه بالشكل المقابل هنا مدينا متوازي أو مكعب طول حرفه عشرة في الشكل المجاور قالب به جيم دال هيه نون لام مكعب طول حرفه عشرة سنتين طب هندسة الشكل هيا قدامي بديك الشكل مرسوم فإذا كانت ميم مركز الوجه به جيم دال هي أثرت قوة مقدرها 25 جزر 6 في لام ميم اوجد مركبات عزمها بالنسبة لمحاورة الإحداثيات طيب نقطة لام احنا عندنا نقطة لام 0 و 0 و 10 طيب ليه نقطة لام 0 و 0 و 10 لإن نقطة لام هو على المحور العين يبقى الإحداث السيني ب 0 وصد ب 0 هنبدأ نجيب نقطة ميم نقطة ميم 5 و 10 و 5 لإن في المستوى السلاس الأبعاد تبعد 5 عن الإحداث السيني 10 على الإحداث الصادي 5 عن العين إذن لام ميم عبارة عن ميم نقطة لام طيب ميم نقطة لام يبقى 5 و 10 و 5 نقطة 0 و 10 هيطلع الناتجة عندي إذن قف بتساوي 25 جزر 6 في متجه الوحدة لاتجاه القوة اللي هي القوة على معيارها يبقى أخذنا 25 جزر 6 في متجه ميم لام ميم لام احنا نطلعينه 5 و 10 و 5 على معياره اللي هو 25 زائد 100 زائد 25 تحت علامة الجزر هنبدأ نختصر هيطلع معي القوة قاف 25 جزر 6 في 5 و 10 و 5 على 25 جزر 6 هتطلع قاف 5 5 و 10 وسالب 5 ناقص 25 وسالب 50 وسالب 25 يبقى إذن حابة تساوي ره ميم ضرب اتجاه قاف يبقى إذن ضرب المتجه اللي هو في مستوى السلسة الأبعاد يبقى سين صادعين عندنا سين بسفر وصاد بسفر وعين بعشرة لأن النقطة لام سفر و سفر وعشرة جبنا القوة قاف 25 و 50 وسالب 25 هيساوي السين هنفق بإحداث السين هيبقى سين في سالب 500 طبعا بنحزف الصف والعمود وبنبدأ نضرب سفر في سالب 25 ناقص 50 فعشرة يدينا سالب 500 سالب صاد هننحزف صف ونحزف عمود ونجيب قيمة المحدد المتبقي هيطلع سالب 250 زائد عين في سفر وصفر طبعا عندنا لما نيجي نحزف عين ونحزف العمود والصف هيطلع عنده سفر في 50 ناقص 25 في سفر هيطلع عين في سفر وكلنا متضربين إزاي بنفك المحدد هيطلع الناتج بتاعي مركبة العزم في اتجاه السين بتسالب سالب 500 وفي اتجاه الصاد 250 واتجاه العين بتساوي سفر هو عاوز مركبات العزم في اتجاه السين والصاد يبقى فكرة التمرين كلها إن أنا هجيب القوة من مقدار إلى اتجاه بإن أنا هجيب ميم لام أضرب القوة في متجهة الوحدة في اتجاه لام ومن خلال القوة ونقطة تأثيرها في لام أبدأ أجيب الضرب في الاتجاهة في الفراغ هنعرف نجيب العزم في الاحداث السيني والاحداث الصادية والاحداث العين قالب به جيم دال مستطيل فيها قالب به بتساوي 6 سنتي وبه جيم بـ 8 سنتي أثرت مجموعة من القوة في مستوى المستطيل بحيث مجموعة القوة حول به ودال يساوي 36 عاين مقدار واتجاه محصلة القوة اللي متأثر في الشكل طيب عاوزك شوف القوة عندي إزاي ترسمت أنا عندي دلوقتي القوة تؤثر في نقطة هي في منتصف ألف دال وفي ألف به طيب هنبدأ نقول دلوقتي احنا عندنا العزمة حولين به بتساوي العزمة حولين دال طيب عما العزمة حولين به بتساوي العزمة حولين دال يبقى خط عمل قاب يوازي دال به يبقى خط عمل مقصلة أو يوازي به دال أو دال به طيب العزمة حولين به بيساوي سالب العزمة حولين جيم أيوة تمام طيب عزمة حولين به بيساوي سالب العزمة حولين النقطة ألف معنى كده أنه بنصف المسافة ما بين ألف وبه يعني خط عمل المحصلة تمر بمتصف ألف به يبقى إذن خط عمل المحصلة ينصف ده الألف بما أن كمية سالبة لوحاء ألف معنى كده أن تجاه دوران المحصلة يكون مع عقارب الساعة زي ما احنا شايفين في شكل عندنا قاف بتمر بعقارب الساعة حول نقطة ألف هنبدأ نجيب بقى العزمة وتكون في الشكل الآتي نفرن المحصلة تبعد عن ألف مسافة لهم طب قيمة لم دي ممكن نجيبها بنظرية إقليدس إن احنا هنجيب طول الوطر هيطلع بخمسة وهبدأ نجيب طول ألف قاف لو طول العمود الساقب بنظرية إقليدس إذن حيث عندي هنا لم بتساوي أربعة جاه يبقى حيث جاه بتساوي تلاتة على خمسة يبقى إذن لم بتساوي أربعة في تلاتة على خمسة وممكن الطالب دلوقتي يقول لي ما أنا عندي الوطر بخمسة يبقى إذن طول اللام بتساوي أربعة في ثلاثة على خمسة عن اتناشر على خمسة عشر حبيت تجيبها بالنسبة المثلثية حبيت تجيبها نظرة إخليدس اللي اتنين متاح لك هيبدأ الناتج بتطلع باثنين واربعة من عشر كده جبنا طول لام طب العزب حه في اتنين واربعة من عشر بيساوي ستة وتلاتين القيمة اللي هو مدهنا هنبدأ نجيب قيمة المحاصلة أو القوة ستة وتلاتين على اتنين واربعة من عشر هتطلع بتساوي خمسة عشر يبقى عرفنا تحددنا الأول إن القوة توازي أو المحاصلة توازي دال به من خلال إن العزمة حوالين ألف بتساوي العزمة حوالين به وبعد كده عرفنا نتنصف ألف دال إن العزمة حولين ألف بتساوي عكس إشارة العزمة حوالين دال وبعد كده عرفنا نجيب طول العمودة الساقطة إما بسخدام الجاء أو بسخدام نظرة إقليدس ومن خلال العزوم حوالين ألف طلعنا في قيمة ه اللي تعتبر المحاصلة القوة. الف وبه وجيم ودال وهي خمس نقط تنتمي الى مستقيم افق واحد بحيس يكون الف به بتساوي اتنين به جيم بتساوي تلاتة جيم دال بتساوي دال هي تساوي ستة صنصر. اصارت قوة مقدرها تلاتة وخمسة واحداشر نيوتن رأسية الا اعلى عند النقط الف وجيم ودال على الترسيب. انا عندي تلات قوة. القوة تلاتة تؤثر عند نقطة الف. والقوة خمسة تؤثر عند نقطة جيم. والقوة احداشرة تؤثر عند نقطة دال دولة تلاتة الاعلى. يبقى رائس عند قوتين كما اصرت قوتين اتنين وسبع نيوتن رأسيا لاسفل عند النقطة به وهيه. على الترسيب. يبقى عندي تلات قوة الاعلى وقوتين لاسفل. طالب مني. اوجد محاصلة مجموعة القوة وبعد نقطة تأسيرها عند الف. يبقى عاوز اجيب المحاصلة واشوف نقطة التأسير. طيب احنا عندنا قلب به بستة سنتي. به جيم بتلاتة. جيم دال باتنين. هيه دال بتساوي اتنين من المواطن اللي عندي. طبعا احنا محاصلة هتطلع بعشرة عشان احنا لو شفنا الرسمة هنلاقي ان الرسمة في دلوقتي المحاصلة تلاتة زائد خمسة زائد قداشرة اللي هما الاعلى. ناقص اتنين زائد سبع اللي هما الاسفل هيطلع الناتب بعشرة. طيب انا قوة اكتر من التانية. القوة الاعلى اكتر من الاسفل. يبقى ازا المحاصلة يكون رأسيا الى اعلى. كده جبت قيمة المحاصلة. عاوز اجيب نقطة التأسير. احنا عندنا هنجيب العزم حولين الف بتساوي. طبعا انا عارفين القانون العزوم القوة في البعد العمودي يبقى اتنين في ستة وعكس عقارب الساعة. ناقص خمسة في تجاه عقارب الساعة يبقى سالب خمسة في تسعة. ناقص حداشر في حداشر زائد سبعة في سبعتاشر. مجموع العزوم القوة حول الف بتساوي عزم المحاصلة حول الف. انا فرضت ان المحاصلة تبعد عن الف قيمة سين. يبقى سالب حاف في السين لانها مع عقارب الساعة فقدم حاف بالسالب. هنبدأ نجيب دلوقتي قيمة سين يبقى إذن أنا عندي سالب 35 بتساوي سالب حف في سين هنعود بقيمة المحصلة يبقى سالب 35 بتساوي سالب 10 في سين ومن خلال هذه العلاقة هنطلع قيمة سين يبقى سين تلعت 3.5 سنتيمتر 3.5 سنتيمتر ده يعني بعد سين ده عن إيه؟ يعني بعد المحصلة هنلاقي 3.5 سنتيمتر على يسار ألف يبقى كده جبنا قيمة المحصلة 10 وعرفنا نقطة تأثيرها على بعد 3.5 من نقطة ألف هنتعامل مع مسألة قديب قديب غير منتظم ووزنه طبعا تعلمها غير منتظم يبقى ما نعرفش الوزن بيأثر فين إلا إذا ألف المسألة طوله 150 يرتكس في وضع أفخي على وتدين جيم ودال بحيث ألف جيم بتساوي 20 سنتيمتر وبه دال بتساوي 30 سنتيمتر لوحيز أن القديب يكون على وشك الدوران حول دال إذا علق من به سكران قدره 20 نيوتن ويكون على وشك الدوران حول جيم إذا علق من ألف سكران قدره 70 نيوتن قد وزن القديب وعين نقطة التأثير زي ما احنا قلنا نقطة التأثير طبعا عشان القديب غير منتظم لازم نعاين نقطة التأثير لو قال المنتظم يبقى نقطة التأثير في المنتصف يبقى هنا عندي حالتين مرة يكون على وشك الدوران حول دال ومرة يكون على وشك الدوران حول جيم من كلهم هنطلع معادلة من كل حالة من حالتين ومن خلال المعادلتين هنطلع المجهولين أنه عندي مجهولين الوزن ونقطة التأثير يبقى لازم يكون فيه عندي معادلتين أدي الشكل هنا عندي يرتكز عندي جيم يبقى ريه واحد عندي جيم وعندي ريه اتنين عندي دال يبعد عن ألف بعشرين ويبعد عن دال بتلاتين ده بالقضيب كله مية هنا دلوقتي عند المسافة ما بين وزن القضيب وجيم بالسين يبقى الجزء المتبقي 100 نقص السين اللي هو البعد ما بين جيم ودال هنبدأ دلوقتي القضيب على وشك الدوران حول دال يبقى إذا ره واحد بسفر ترى ما حولين الدوران حول الدال يبقى مفيش ره واحد وهنبدأ ناخد العزوم حولين جيم دال ونسواها بسفر العزم حولين دال هيساوي هنشوف القوة اللي عندي حولين دال أنا عندي القوة 20 في 30 ضد أقارب الساعة وعند الوزن في 100 نقص سين اللي هو البعد العمودي هنسواها بسفر هنطلع من هنا معادلة 100 وهو نقص وهو سين بتساوي 600 دي المعادلة الأولى المعادلة التانية هنبدأ الدوران حول جيم طالما دوران حول جيم يبقى إذا ره اتنين بسفر تمامه وأنا سامع الطلبة بتقوله العزم حولين جيم بتساوي سفر يبقى إذا هنا هنبدأ بنفس الرسم عندي القضيب على وشك دوران حول جيم يبقى ره اتنين بسفر والحزوم حولين جيم بتساوي سفر. هنبدأ نجيب العزمة حوالين جيم. يبقى ازا عزمة حوالين جيم وو سين ناقص سبعين في عشرين بتساوي سفر. من خلالها هيطلع معايا وو سين بتساوي الف وربعمية. انا عندي معادلة اولى ومعادلة تانية. هنبدأ نحل المعادلتين مع بعض بالتعويض في المعادلة الاولى. يبقى مية واو ناقص الف وربعمية بتساوي ستمية. يبقى مية واو هتطلع بتساوي الفين. أيها إذن واو الفين على مية بتساوي عشرين نيوتين. انت كده جبت واو. لسه ما جبتش نقطة التأثير. أنا عاوز أجيب قيمة سين. يعني يبعد عن الوتد. هنجيم بمقدرة دي ايه. هنبدأ أنا عاوز في أي معادلة من المعادلات. هنعاوز في المعادلة اتنين. يبقى إذن عشرين سين بتساوي الف وربعمية. في الحالة دي يبقى سين بتساوي سبعين. يبقى إذن يبعد عن جيم بمسافة سبعين سنتيمتر. يبقى نقول نقطة التأثير الف يبعد عن الف مسافة تسعين. لأن لما يبعد عن جيم بسبعين وجيم تبعد عن الف بأشرين. يبقى إذن يبعد عن أحد طرفيه اللي هو الف بكام بتسعين سنتيمتر. هنختم مع بعض بمثال اخترار اخترار من متعدد قال لي قوتان متوازيتان معيار الكبرى اتناشر نيوتن ومعيار محاصرتهما عشرين نيوتن. وتبعد عن القوة الكبرى عشر سنتيمتر. فإن المسافة بين القواتين تساوي. هيدينا اختيارات عشرة سنتيمتر اتناشر عشرين والاختيار ده خمسة وعشرين. معنا كده اول حاجة دلوقتي مدينا قوة كبرى وكبرى صغرى. وتبعد عن القبرى. تعال نشوف ازاي هنتعامل مع التابلين ده. قد القواتين قدامي. القوة عشرة وحا هو قاف. تبعد عن القبرى بمقدار عشرة سنتيمتر. طيب التلات قوة في اتجاه واحد. او القوة عشرة وقاف في اتجاه واحد. معنا كده المحاصلة هتساوي مجموحهم. طيب وبعد كده هنبدأ نشوف حاملية الضربة عشرة في البعد العمودي اللي هو عشرة فعشرة بتساوي قاف في سين. هنبدأ نطلع البعد عن القوة الاخرى. هنشوف القواتين في اتجاه واحد لان معيار القوة اقل من معيار المحاصلة. كده حددنا منهم في اتجاه واحد ان القوة معيار القوة اقل من معيار المحاصلة بتاعتنا. يبقى إذن قف بتساوي هنا عندنا عشرين ناقص اتناشر هيطلع قف بتساوي تمانية نوتين طيب طلعت قيمة قف بتساوي تمانية نوتين هنبدأ بقى نشوف إزاي بنجيب البعض يبقى اتناشر في عشرة هتساوي قف بتمانية في قيمة سين طيب هنا بقى قيمة سين هو بعض القوة عن المحصلة يبقى هنبدأ نجيب قيمة سين إذن سين بتساوي اتناشر في عشر على تمانية تطلع بتساوي خمستاشر سنتين طب هل نشوف الاختيار دوت المسافة بين القوتين بقى هو قال لك عاوز المسافة بين القوتين احنا جبنا سيم بقى 15 يبقى اذا عندي 10 زائد 15 بتساوي 25 يبقى اذا مسافة بين القوتين 25 لو رجعنا للمسألة هنلاقي فعلا ايه اللي قوتين معيار الكبرى 12 والمحاصيلة 20 والمسافة بين الكبرى 10 يبقى المسافة بين القوتين هنلاقي الاختيار رقم دال اللي هو 25 سنتيمتر في الشكل المجاور عندي دلوقتي قضيب يرتكز على وتدين ألف وجيم وعندي كتلتين 80 و 100 البعد 5 و 10 طالب مني إذا كان القضيب متزن في أن رد الفعل عند ألف هو نقط بدينا اختيرات رد الفعل عند ألف 110 عند به 80 الإجابة جيم 180 الإجابة دال بتساوي 20 سوكل كيلو جرام طيب هنبدأ دلوقتي نجيب العزم حوالين جيم بتساوي سالب 100 في 10 ناقص 80 في 15 طبعا مع عقارب الساعة سالب عقارب الساعة مجب زائد ره واحد في 20 ليه اخترنا عند جيم عشان لما نجيب العزم حوالين جيم يبقى ره 2 تلاشط هو عاوز ره واحد هنساوي بساوي 0 عشان القضيب متزن هيطلع معايا النسبة كلها تتقسم على 20 يبقى العزم حوالين جيم سالب 5 في 10 ناقص 4 في 15 زائد ره واحد بتساوي 0 إذن ره واحد بتساوي 110 سوكل كيلو جرام ره واحد ده اللي هو رد الفعل عنده نقطة ألف طبعا نرجع تاني كده اهو الرسمة قدامي بيقولي إذا كان القضيب متزن كلمة متزن يبقى العزم حوالين أي نقطة بتساوي 0 طلب رد الفعل عنده ألف هاخد العزم عند جيم عشان اتخلص من ره اتنين طلعت العزم عند جيم بتساوي 0 ومن خلالها جبت ره واحد تلع 110 سوكل جرام اللي هو الاختيار رقم ألف حتى القانون الآخر لكم مني أطب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته